السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة السومة كيف حالكم لباس نتمنى تكونوا باخر و الاخر طولت عليكم نغيبه هاد المرة كانت اعتذر و شكرا يلقى الناس لسهولوا فياو اليوم ان شاء الله غتشوفوا معي طريقة تزيين بيسكوي على شكل اليونيكورن بدون عجين السكر بواسطة تطليج الملاكي او روايغ الايسينغ اللي قدمت لكم في الفيديو السابق غنخلي لكم رابط يالو اسفل الفيديو في هذا الفيديو ان شاء الله غادي تشوفوا معي طريقة تغطية البيسكوي بتطليج الملاكي مع طريقة تزيين و طريقة الاحتفاظ ديالو و الاتمينة ديالو كنتمنى من اي وحده شاهدة الفيديو ما سبخش ياليا بالضغط على زل ايجاب لايك و تخلي لي شي تعليق و شكرا قبل ما بدأوا في طريقة التزيين غنوريكم كيفاش قد ديت طوابع دي البيسكوي لاناني كنت ما نقيتش طوابع ديالو اليونيكورن و قد ديتهم الراسة باش لي ما عندهاش طوابع تدير نفس الطريقة كما كتشوفو هاد الفيديو را عندي قديمش حال هادي يعني كان اليونيكورن ما زال ما ما كنش في السوق بزاف ما زال ما معرفش بزاف لشكنت كان بغين شريك طوابع ما كنش كالقاوم لهذا لتجأت ندير هاد طريقة و حبيت نشاركها معاكم فكيم ما كتشوفو خديت ورق مقوى او كارتون خديت هاد الكارتون كان عندي ديال كيري رسمت فيها الشكل اللي بغيت او يمكن لكم تخرجوه من بيسي يعني تطبعوه وترسموه على ورق مقوى يعني ورق يكون قاسح باش تقدروا تحكمو فيه و تطبعوه بفوق الصابلة بعد ما رسمتو فقطعتو بهذا الشكل ندرت منهم جوج اشكال هنا جربت رسمت هادوك العوينات باش نشوف الشكل كيفاش غايجي في التازين بعد ما انتهيت فاخديت عجينة صابلي كما كتشوفو هذه العجينة اللي كنت حضرت معكم يعني نفس الطريقة يعني نقديت Eleanor رابطيها اسفل فيديو فبعد ما سرحت العجينه وحتجتسم م хотت建isel ما زنطبعو بهذا الشكل لو نحاول نسراح من قادل الجوانب مات ديا كما شوفوو غلفت سيبيه الاس leuke و من special جوانب قدرت نفس طريقة هكا حتى كملت كل الأشكال اللي بغيت يعني حسب العدد اللي بغيت كما قدشوفو هنا زولت الزوائد ودخلتهم الفرن طيبو بهات الشكل سا في كل شي كيعرف طريقة الطهي دي الصابلي كل معلومات على الصابلي نخلي لكم الوصفة دياله أسفل الفيديو فاندوزو للتزين اول حاجة بعد ما عمرت هاد العبوش بالكلاساج او تتليج الملاكي فقطعتها من راس ديالها يعني باش تخرج على شكل يعني قطعت شوية باش يخرج ليه شكل رقيق جدا باش نتراسي به هاد الجواني بكيما كتشوفو يعني اول حاجة قبل ما نغلف البيسكوي كامل كان نوضع واحد الخط هاد الجواني بدي البيسكوي عاد كان عمر الوسط دياله كنتمنى تكونوا فهمتوا الشرح لانا الفيديو ما واضحش بزاف يعني ماشي ما واضحش باش تصوير لقيت راسي ايدي ام درجة شوية الصابلي باش نوريه ليكم يعني مكنش غال حطها للفيديو ترطد باش نحطو لانا انا براسي وعصصبني كتشبالي ايدي يلي باينه ماشي البيسكوي ولكن قلت ما عليش يعني بين شوية كما كما شفتون وضعت خط رقيق في الجواني بدي البيسكوي باش نحدد البلاسة اللي غادي نغطي فيها البيسكوي بتتليج الملاكي ثم نعمر الوسط يمكن لكم تعمره بواسطة ديانية هالزول معلقة هكا وتعمره الوسط دياله او لا يمكن لكم تعمره بطريقة كما ادرت انا من بعد اني كنعمره كناخد واحد العويض رقيق قد كاخده وكنبدا نعمر قاعد الخويات كتبدو تدوزو بحالك دياني كتديروه بحال دوائل بعد ما كنعمره كل خويات كنديرو هاد الحركة هذي باش تتليج الملاكي يجي نمقات يعني واللي مسرح كتديرو هاد الحركة هكا كتحرقوا البيسكوي كامل بهات الشكل وكيتقد لنا هادك التتليج الملاكي يعني ما كيبقاش شي طالع شي هابط كيواللي كامل بحال درتيش شي غلاساشو كيجي لامع يعني بهات الحركة هذي يخليه لكم مقاد وفي استيقامه واحده ثم غد نعمر اه عني نقاد الفوق ديال بسكوي باللون الوردي هنا كيما كتشوفو استخدمت الكاغدون فقط يعني كن بدا ننقش الجواني ثم كن بدا نعمر بشوية بشوية الواسطة ديالو هكا بش يجيني الشكل متراسي يعني بحالك نرسم الجواني بعاد كنعمر الواسطة نبس الشيء غادي ندير اللون الازرق كيما شفت اهن الساعملت غير الكاغدون حتى غايم كلكم تتخدمو به يعني ما عندوش المطريال ديال هاد تتليج الملاكي لان هاد روايا ايسينغ او تتليج الملاكي عندو موحد المطريال خاص بيهم يعني بش قط رسمي و بش قط تملقي الفراغات بش قط ديال الجواني بكل شي هاد شي كين انا مازان ما اخذيتوش كينما كتعرفو لي انا دي ما غير كن ديباني كن ديباني و هاكا نيت مش كتجيكم حتى انتم مع الحاجة السهلة يعني الواسطة ديالي كيجيوكم سهلين وبساط بهاد ديباني ان شاء الله مني نشريهم غادي نشاركوه معاكم الموهم نفس الطريقة غادي ندير يعني هاد الشكل هادا ديال الغيمة وهذا كل فوق اللي كتشوفوا اللي كاللون هو و قوس قوزح يعني كيجيب حالة ملاصق مع الغيمة و كيعطي هاد الشكل يعني غادي ندير دبا الأصفر اللون أصفر يعني نفس الطريقة لما نطور عليكم الفيديو نفس الطريقة غادي نديرها اللون الأصفر و هنا بعد ما سالي تصدرت لهم هاد الحركة كنت لكم يعني كنحركوه بهاد الشكل سافر و هاد انساج موقع الألوان يعني كيوليه ايه مصر الحينو مقدين كما كتشوفوه كيجي لامي و الشكل دياله متراسي و دابا عد ندوزو الشكل ثاني ديال الوجهة ديال اليونيكور نفس الطريقة كي ملت لكم كنرسم واحد الخط في الجوانب باش نرسم الشكل اللي غادي نغطي فيه تتليج المالاكي كي ما شفتوا بنفس الطريقة غادي نعمر الواسط دياله كي ما كتشوفوا راكي يجي يعني كي كي مخار باش حتى ندير ذاك العويض عاد كي تتقاد كم بدان دير بحل دوائر وانا كن ملأ في الفراغات نفس في نفس الوقت وهكا باش كي تتقاد ولكن ما كيكونش مسرح حتى كندير هاد الحركة عاد كي ولي الشكل مسرح وكي المع ثم عدرة الفوق هاداك الخطوط ديال القرن دياله يعني درتوا على شكل الخطوط وحاوت نخلي بناتهم فراغات صوفي هادا هو الشكل دياله يعني غادي نتكملوا نفس الطريقة باش بلا ما نطول عليكم الفيديو غادي نخليهم حتى كي نشوفوا يعني مني كتقيسوا بسبعكم ما كيلسقش ليكم بسبعكم اصلا مني كي نشوف كيبال يكون بالي راه نشوف يعني اذا كل ما عاما كيبقاش بزاف كيبقاش يبري بزاف كيبان بحلى الى قصي غادي يلسق ليك في صبعك لا كي ولي ناشوفوا في نفس الوقت واحد الاضاءة فيه زوينة ها هو كيبنك تشوفوا بعد ما اه صوفي نشوفو كي ما قلت لكم ما بقاش فيهم ذاك اللامانين ذاك البريو ما بقاش بزاف صوفي غادي ننسبغ الودينات بالغوص بهاد الشكل بل كيبهم حتى وما غادي نخليهم حتى ينشوفو وغادي ننسبغ هاداك القرن ديالهم بالطوغي يعني هنا عدي بودرة ديال الطوغي مع قليل من ماء الورد او روح الحامض سوف يمكن نسبغ بها القرن ديال البيسكوي وهنا غادي ناخد القرن وغادي ننقد يعني بحال شعيرات بحال الشعر ديال الليكون او يونيكون كليكم تديروا وريدات بكلم يعني بتاكروا اللي بغيتو انا هنا درت بحال الشعر يعني رسمتوه كل واحدة درت فيها شكل انا درت بحال الشعيرات وشكل اخر غندير فيه وريدات يناس بقى وديروا خوطوط عشوائي هاكا حتى كتعمر هديك البلازا وهذا هو الشوك اللي اللي بعد ما كملتها ودابا غادي نرسم العوينات يعني هنا عندي هاد القلم الخاص بعجين الفكر اللي كرسم به قابل للأكل ولكن بحالة قادلية شنودرز اخذت ملوين بودرة ضفت عليه قليل من مع الوقت وبدأت نغطس القلم و نرصم به يمكن لكم أن تذهب إلى الكارضون كما ترى هنا نأخذ مغرب الكارضون يعني بعود رقيق صفي و كرصم به غير حتى العود بحالة بدك يحفر لي شوية تثليج الملاكي صفي و كما رجع نكمل بالقلم يعني نفس الشكل غادي ندير الباقي الأشكال يعني نفس طريقة بلا ما نعودها لكم غادي نوريكم هنا غير الشكل الثاني ديال الورايدات اللي كيف اشترت اليوم يعني دلت بحالة شكل دوائر يعني كل لون كم دغير مدور حتى يعطني شكل بحالة ورائدة صافي يمكن أن نحط وحدة 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 حتى نعمر هذا المكان يعني راكم كتعرفوا الشكل ديال يونيكون كيف اشكي يكون يونيكون كتعرفوا الورايدات يونيكون كتعرفوا الورايدات يونيكون شعرات يعني شعر دياله صافي ونفس الشكل غادي نفس الشيء غادي ندير نرصم العوينات بالأسود كما تشوفوا معي هنا هاد الشكل ديال الوجه ديال اللي كوم قدرت العوينات يعني الشكل بحالة ضحكين قدرت ليهم الروموس بهذا الشكل أما الشكل الثاني فما غاديش ندير العوينات بهذا الشكل يعني غادي نديرهم بحالة الغيمة النائمة هذه هي الغيمة يعني غادي ندير لها عوينات على شكل بحالة نائسين يعني غادي نديرهم بين الأسفل والروموس درتهم من الجهت يعني من الأسفل وهذا هو الشكل ديال الغيمة بالنسبة لهنا هندير الحنيكات يعني عندي بودرة أو ملمع عندي ملمع في الوردي هو اللي درت في الحنيكات صافي وكانوا هدو هما الأشكال ديال اليونيكورن غادي نكمل بنفس الطريقة بالنسبة الثامن ديال هاد البيسكوي هادا فكما كتشوفو فكان متعب شوية وكياخذ الوقت بزاف يعني كيبقى الثامن حسب الشكل يعني هاد الشكل وخاوك ما فيش ذا ما ما فيش الرسم بزاف وذك شي يعني أنا خدمتو بعشرة دراهم وخاكم ما كتشوفو راه القطعة كل قطعة يعني كبيرة يعني هاد القطعة الوحيدة غادي نخرج منها ثلاثة أنا كنديرهم كبار شوية باش يجي هكا في المنظر دياله بزوين يعني خدمتو عشرة دراهم الوحيدة ويلا كان شي شكل اخر مثلا مشارجي شوية غادي نديرو بحق قريبا تلتاشر درهم وكل ما غادي الشكل وكي صعب كنزيد في الثامن يعني من عشرة دراهم حتى الخمستاشر دراهم يعني ماشي بحال الصابلي بعجينة السكار صابلي بعجينة السكار كندير الثامن ديالو من الصدراهم حتى الخمستاشر دراهم ولكن كيبقى هاداك حسب الصنك ديالوحدة يعني وش كبيرة ولا صغيرة وش الخدمة فيها بزاف وش سهلة اما بالنسبة الصابلي فانا ديما كنخدم بالزبدة سبيسيال يعني معمرني مدرة المارغارين يعني هاد الشي اليش كيبقي اختالف الاتمينة حسب كل وحدة يعني انتموا اللي غادي تحتو تمان ديالكم اما الصابلي بالتطليج الملاكي فكيكون غالي شوية ديال عجين السكار حيث كيشد الايد بزاف على عجين السكار منسبة لطريقة الاحتفال فكيبقي اسبوع كامل كما كتشوفو كنوضعو فهاد ليسا شي هادو فكيبقي مدة طويلة يعني يمكن لكم تحضروه قبل باسبوع وتخليو هاكا محطوط فكيبقي مزيان وكيبقي محافظة على القرمشة ديالو ولكنتو اه غتخليو هاكا مجموع كامل فكتوضعو فشي بواط يعني وكتغلفوها بسلوفان عاد كتتسدو العلبة فكيبقي محافظة هاكا وسبوع بالكامل كيبقي محافظة على القرمشة ديالو وما تنسوش توضعو قطع ديال السكر باش يمصوا هاديك الرطوبة يعني إلا كان فيشي علبة كبيرة ضروري توضعوا واحد قطع ديال السكر باش يمصوا رطوبة حيث العلبة كتكون مهوية يعني كتكون فيها الخوية ماشي بحالي صاشي يعني كيكون مسدودي وكيبقي ومحافظين على القرمشة لقرمشة لهذا أنا كنفضل لصاشي أحسن فشكرا على المتابعة إلى اللقاء في أمان الله